الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فلا زالت آيات سورة النحل تذكر النعم الكثيرة التي تفضل الله عز وجل بها على العباد ومكنهم من الاستمتاع بها والانتفاع ومع ذلك استخدموها فيما يضاد أمر الله من ظلم العباد ومن صرف العبادة لغير الله جل وعلا وحينئذ نزلت بهم العقوبات ولعلنا أن نستعرض آيات من سورة النحل تتحدث عن ما يعطيه الله جل وعلا للعباد من النعم ومع ذلك يقابلونها بالكفر والجحد ونسبتها لغير الله وصرفها في غير مراض الله جل وعلا فلعلنا نقرأ عددا من الآيات في هذا الباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسخيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يبين الله جل وعلا طريقة أهل الشرك في ما يضربونه من الأمثلة أنهم يضربون مثل السوي لله جل وعلا فهم يقيسون الله على أنفسهم فما عجزوا عنه ظنوا أن الله عاجز عنه وما يحتاجون إليه يظنون أن الله يحتاج إليه ومن أمثلة ذلك أنهم لما احتاجوا للولد ظنوا أن الله يحتاج إليه ولذا نسبوا لله جل وعلا والولد ولما رأوا أن الناس لا يقبلون طلبا بمثل ما لو طلب بواسطة الشفاعة بحيث يكون هناك من يشفع عند المطلوب منه ظنوا أن الأمر كذلك مع الله تعالى والله جل وعلا قد فتح الباب مباشرة لا يحتاج إلى أن يتوسط بينه وبين الخلق أولياء ولا معبودات من دونه جل وعلا ولما رأوا أن الإنسان يعتز ويقوى بغيره ظنوا أن لله معاونين ومن يكونون معه ولم يعلموا أن الله هو الغني وهو القادر وهو الذي لا يحتاج إلى أحد من الخلق ولذا قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أن يضربون لله أمثلة سيئة غير صحيحة ثم هم أيضا في أنفسهم لهم مثل السوء فإنهم لما صرفوا العبادة لغير الله وطلبوا من تلك الآلهة العاجزة عن نصر نفسها أشياء لهم كان لهم مثل السوء إذ كيف يتوجهون إلى أصنام لا تنفع ولم تنفع نفسها من أجل أن تنفعهم وأن تدفع الضر عنهم ولذا كان لهم مثل السوء أما بالنسبة لله تعالى فله المثل الأعلى ما معنى المثل الأعلى المراد بذلك أن أعلى الصفات وأكملها التي لا يتطرق إليها النقص بحال من الأحوال ينسب إلى الله تعالى فهذا الكمال المطلق هو لله جل وعلا ولذا قالوا بأن الأمثلة التي تضرب على أنواع هناك قياس تمثيلي يتساوى فيه المقيس بالمقيس عليه وهذا لا يصح في حق الله جل وعلا وهناك قياس أولوي هذا يكون لله أو ينسب لله جل وعلا بدلالة هذه الآية واجمع هذه الآية مع ما سيأتي في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا الآية حتى يتبين لك الأمر ثم في الآية معنا آخر ألا وهو أن المشركين يضربون أمثلة فاسدة والله تعالى يأتي بالمثل الصحيح الواقع الذي هو مطابق للحقيقة ولذا قال وهو العزيز الحكيم عز سبحانه فكان مغتنيا بنفسه غير محتاج لأحد من خلقه ثم هو الحكيم الذي يضع الأمور فيما يناسبها من الأمثلة أو الأحكام وهو الحاكم الذي يجري حكمه ولا يتمكن أحد من أن يقف في وجه حكم الله تعالى ولما كانت مقالة المشركين شنيعة حذرهم من سوء عاقبة هذه المقالة كيف لا وهم يكذبون على الله ويكذبون أنبياء الله ويتكبرون على عبادة الله ويصرفون حق الله من العبادة إلى بعض المخلوقات ولذا فهم مستحقون للعقوبة ولكن الله جل وعلا يمهل ويؤخر العذاب لأجل قد قدره ولذا قال ولو يؤاخذ أي يجازي ويعاقب على هذه الأفعال السيئة ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم وأول الظلم الظلم في حق الله تعالى بصرف العبادة لغيره وبظلم عباد الله في أخذ حقوقهم وبظلم النفس بالإقدام على المعاصي إذن ظلم في حق الله وليس ظلما لله وظلم وظلم في حقوق العباد وظلم من الإنسان لنفسه قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة لماذا سمي هذا ظلم لأن الظلم صرف الحقوق عن أصحابها لغيرهم قال لو يواخذهم لعمت العقوبة جميع من في الأرض بلا استثناء حتى تشمل البهائم والمخلوقات لماذا؟ لعظم الظلم والذنوب التي أقدموا عليها كما يأتي في الحروب التي تأخذ تأكل الأخضر واليابس ولكن لله حكمة فهو يؤجلهم لعلهم يعودون إلى الله فيتركون ظلمهم ولعلهم يكونون أسبابا من أسباب الطاعات ليوجد من ينصحهم ويدعوهم ويأمرهم وينهاهم ويمنعهم من ما يخالف شرع الله جل وعلا ولكن ذلك التأخير ليس تأخيرا مطلقا وإنما هو لأجل معلوم ولوقت محدد مقدر عنده جل وعلا ولذا قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى مسمى عنده يعني قد عرف اسمه قد علم وقته فإذا جاء أجلهم أي جاء الوقت المحدد لهلاكهم وحصل ذلك التاريخ فحينئذ لا يتأخرون ولا يتقدمون بل يحصل لهم الهلاك وقال هنا لا يستأخرون أي أنهم لا يمكنون من مجرد الطلب من مجرد الطلب يقال استأخر يعني طلب التأخر فلم يقل لا يتأخرون ولا يتقدمون وإنما قال لا يستأخرون أي لا يمكنون من مجرد طلب التأخير ولا من مجرد طلب التقديم ثم ذكر الله جل وعلا الشنيعة التي لديهم فقال ويجعلون لله ما يكرهون أي أنهم إذا كرهوا أشياء لأنفسهم جعلوها لله تعالى فما لا يرغبون فيه لأنفسهم ينسبونه لله كما نسبوا لله البنات وهم لا يرضون بذلك لأنفسهم ونسبوا لله الشركاء وهم لا يرضون بذلك لأنفسهم فمالهم لا يرضون أن يشاركه فيه غيرهم فهكذا مال الله كيف رضوا بأن يشاركه فيه غيره وهكذا هم يجعلون الشفعاء عند الله تعالى بما لا يرضون بمثله لأنفسهم وحينئذ كان من شانهم أن تصف ألسنتهم الكذب ومن الكذب أن ينسبوا إلى دين الله وإلى شرعه ما ليس منه فمرة يحرمون المباحات كالحام والوصيلة ومرة يوجبون المباحات ومرة يجعلون عبادة الله بطرائق مخالفة لشرع الله وحينئذ كانوا ممن تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى فهم يقولون نحن على أعلى المراتب ونحن أفضل الناس ونحن أهل بيت الله وبالتالي ينسبون إلى أنفسهم أحسن المقامات وأرفع الدرجات ويقولون بأننا إذا رددنا إلى الله سنجد خيرا من هذه الدنيا فكذبهم الله فقال لهم لا جرم أي هذه المقالة التي ذكروها ليست بصحيحة وإنما الحق إذا لا جرم بمعنى إن الحق أن لهم النار أي ما يحرقهم من نار جهنم وليس لهم الكرامة ولا الحسن ولا العاقبة الحميدة وأنهم مفرطون أي سيتقدمون غيرهم في ورودهم على نار جهنم وسيصلونها وسيبقون فيها أبد الآباد لانقطاع لعذابهم ثم يقسم الله تعالى ليبين أن وجود الرسل ليس مبتدئا من محمد صلى الله عليه وسلم بل فيه أنبياء ورسل قبله وحينئذ فليس ببدع أن يأتي هذا الرسول بهذه الرسالة ثم إن عدم قبول الناس في مكة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني نقصا في تلك الدعوة وإنما الإشكال من المدعوين أنهم استجابوا لعدوهم الشيطان فقال تالله لقد أرسلنا أي بعثنا أنبياء وجعلنا رسلا يفدون إلى أقوامهم إلى أمم من قبلك فجميع فهناك أمم كثيرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث الله فيهم أنبياء ورسلا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولكن الأمر أن عدوهم الشيطان الذي عاهد وأقسم ليظلن بن آدم كان يزين لهؤلاء الكفرة أعمالهم وكفرهم وإعراضهم وشركهم وبالتالي يظنون أن ما هم عليه هو أحسن الأمور وأجملها ولم يدروا بأنهم على خلاف ذلك وهذا شهدوه في أحوال الناس فإنه لو قيل لك بأن أحدا من العقل الذين لهم حظ من الذكاء يسجد في آخر يومه لصنم وهو يحمله وهو ينقله من مكان إلى آخر لاستبعدت ذلك وما ذاك إلا أن الشيطان قد زين له هذا الفعل ثم انظر إلى عبدت الحيوانات كيف يذلون ويخضعون لهذه الحيوانات التي تنقاد في يد من آخذها وبالتالي تعلم أن هؤلاء قد زين لهم ذلك فقال ويجعلون فزين لهم الشيطان أعمالهم أي ما يؤدونه من الأعمال سواء بصرف العبادة لغير الله أو بالكذب على الله ونسبة ما لا تصح نسبته إلى الله تعالى ولذلك كانوا أولياء للشيطان وليسوا بأولياء للرحمن ومن هنا من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير وقال فهو وليهم اليوم يعني هم يتولون إبليس في الدنيا أما في الآخرة فإنه يتبرأ منهم ولا يقبل نسبتهم إليه ولا يرضى بذلك لأنه في ذلك الموقف تتجلى حقائق الأمور وكما قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إن ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتمون من قبل ثم قال ولهم عذاب أليم أليم بمعنى موجع من الألم أين هذا العذاب الأليم جماهير أهل العلم يقولون بأن المراد في الآخرة والمراد عذاب جهنم بينما قال طائفة بأن هم يتألمون في الدنيا فلا ينعمون بخير ولا يهنأون بقضاء شر ولذا فهم في كبد وعندهم من أمور العذاب الشيء الكثير ثم قال تعالى ومبينا وظيفة هذا القرآن وما أنزلنا عليك الكتاب أي هذا الكتاب الذي هو القرآن أنزله الله تعالى من أجل حكم منها أن يبين المواطن التي اختلفوا فيها لوضح الحق ويظهره وهكذا هو هدى يهتدي به أهل الإيمان لرضى الرحمن وللحصول على أعلى درجات الجنان وفي نفس الوقت هو رحمه رحم الله العباد بهذا القرآن فكان من أسباب صلاح كثير من أحوالهم ثم عدد الله جل وعلا شيئا من النعم التي ينعم بها على الناس فمن ذلك هذه الأمطار التي تأتي من السماء وهي شيء عجيب لو نقلناه لحتجنا إلى آلاف السيارات من أجل نقل ذلك الماء ولكن الله جل وعلا يحمله من البحر ويبخره حتى يصل إلى السماء ثم يجريه المسافات البعيدة بواسطة الهواء حتى تنزل السحاب ماءها في الأرض التي أمرت ب إمطارها فهذه آية عجيبة قال والله أنزل من السماء ماء وهو ماء السحاب فأحيى به الأرض بعد موتها كانت جردا ليس فيها شيء من النبات فإذا بالنبات ينبت فيها إن في ذلك أي في هذا المثال الذي يعتمد على ذكر نزول الأمطار وما يحيي به الأرض بهذا المطر آية علامة ودليل وبرهان لقوم يسمعون أي عندهم سمع ويفكرون فيما يسمعونه فمن كان عنده سمع انتفع بهذا المثال الذي بهذا الامتنان الذي ذكره الله في كتابه ثم ذكر تعالى نعمة أخرى أنعم بها على العباد فقال وإن لكم في الأنعام لعبرة أي عظة وتذكرة فإن من شاهد هذه الأنعام وتأمل فيها وجد أنها مجتملة على عظة وموعظة عظيمة ولذا قال وإن لكم في الأنعام لعبرة في حياتها وفي سيرها وفي تآلفها وما ساقه الله جل وعلا من النعم فيها فذكر من نعم الله عليهم فيها هذا اللبن نشربه ب سهولة ويسر بينما قد مر ب أشياء كثيرة كان في الأول عشبا لا يأكله الآدميون فشربت فأكلته هذه الشات شربت عليه من الماء فتحول لبنا سائغا أين عقولكم أيها الناس من التأمل في هذا المثال ثم كانت هناك أجساء دخلت في البدن متغايرة هناك لبن يخرج من بهيمة الأنعم وهناك عرق يخرج من بقية البدن وهناك بول له مخرجه وكلها أصلها قد دخل مع الفم إلى الجوف فقسم الله جل وعلا هذه الأمور وجعل لكل واحد منها حكما وهكذا قام في موضوع بهيمة الأنعام انظر لهذا اللبن قال تعالى نسقيكم أي نجعلكم تشربون مما في بطونة يعني من حليب هذه البهائم من بين فرث ودم الفرث مستقبح والدم نجس ومع ذلك يخرج اللبن صافيا تتمكنون من شربه لبنا خالصا أي ليس فيه ما يشوش عليه من الأخلاط سائغا أي لذيذا يستسيغونه ويتمكنون من إدخاله في أجوافهم للشاربين أي لكل من شربه فهذه نعمة عظيمة ثم ذكر جل وعلا نعمة أخرى تتكون في الثمار التي تأتي بأنواع متعددة ولذا قال ومن ثمرات النخيل أي بعض ثمرات النخيل ما هي ثمرة النخيل لعندنا نخلتها التمر قال ومن ثمرات النخيل يعني التمر وقد يكون هناك نخيل وأخرى لها ثمرات مغايرة لثمرة التمر قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا أي تصنعون أنواعا من الطعام بواسطة تمر النخلي والعنب والمراد بالسكر هنا المسكر وقد كانوا يأخذون منه يأخذون من ثمرات النخيل والأعناب هذا المسكر ولاحظ أنه قال تتخذون منه سكرا مما يفيد أنها أنه يذكر ويصف أفعالكم ولا يلزم منه إقرار ذلك وليس في الآية إباحة لها ثم قال ورزقا حسنا لبين أن السكر والمسكر مغاير للرزق الحسن قال قال تعالى إن في ذلك في هذه الآية العظيمة لآية لعلامة لقوم يعقلون أي عندهم عقول يدركون بها مآلات الأمور وعواقبها ثم قال تعالى مبينا نعمة أخرى من نعمه على العباد حشرة صغيرة طيارة على وزن أنملة من أنامل الأصبع قد خلقها الله بشكل بديع وفيها منافع كثيرة أفلا يكون ذلك من أسباب تأملكم لذلك لتعرفوا مقدار نعم الله عليكم قال وأوحى أي ألهم وليس المراد وحي الأنبياء إلى النحلي أن اتخذ أن يجعلي لنفسك بيوتا من الجبال في كهوفها وهكذا من الشجر في مواطن من مواطن الشجر تجعل فيها بيوتها ومما يعرشون معروف عندكم مما يعرشون تعرفون عريش العنب عريش العنب يضعونه ويسقفون من أجل أن يأتي العنب فوقه فهكذا مما يعرشون يعني مما يبنيه الناس من سقوف بيوتهم ونحو ذلك فكأنه يقول تصنعون هذه السقف ثم تأتي النحل فتضع بيوتها في ذلك الموطن قال جل وعلا ثم كلي يعني أنه هداها لأن تأخذ من الرحيق والأزهار ثم كلي من كل الثمرات أي من جميعها فسلكي أي سيري على الطريق سبل ربك أي على الطريق الذي وضعه الله تعالى سبل يعني طرق فكانت تفعل ذلك ذليلة ذللا ثم بينا جل وعلا نعمة من نعم الله على العباد في هذه الحشرة اليسيرة الطفيفة فقال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ما اسم هذا الشراب الذي تخرجه النحل من بطونها العسل قال يخرج من بطونها بطون النحلي ثمرات مختلف ألوانه فالعسل على أنواع متعددة وفيه شفاء للناس ولاحظوا قال شفاء ولم يقل غذاء والشفاء يكفي فيه المقدار اليسير قال إن في ذلك أي في هذه الآيات العظيمة لآي هي لعلامة ودليل وبرهان لقوم يتفكرون فهذه الآيات كلها تتعلق بالجمادات والحيوانات بذكر نعم الله على العباد في ذلك ويبقى عندنا ما يقع التردد فيه فهذا شيء من تفسير هذه الآيات والعلي أذكر عددا من الأحكام التي اجتملت عليها هذه الآيات العظيمة فأول ذلك عيب طريقة المشركين الذين يجعلون لله أمثالا بجعل الشريك والند لله تعالى وفي هذه الآيات إثبات المثل الأعلى لله تعالى وهو أن ننسب إلى الله كل كمال لا يتطرق إليه النقص بحال وفي هذه الآيات حلم الله تعالى حيث لم يآخذ العبيد على وجه السرعة وإنما أمهلهم وآخرهم من أجل أن يكون هذا من أسباب تفكرهم وتأمرهم وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يحذر من عدوه الشيطان الرجيم وأن لا يستجيب له فإنه يورده المهالك وفيها أيضا أنه لا يصح أن نجعل شيئا أو جزءا من شيء لله تعالى لغيره وفي هذه الآيات تدبير الله أمر الكون وتصرفه فيهم فمتى أراد أن يقيم الساعة قامها وفي هذه الآيات العتب على أهل الشرك حينما ينسبون ما لا يرضون نسبته إليهم وفي هذه الآيات أن العاقبة السيئة ستكون للكافرين وفي هذه الآيات قسم الله تعالى للتحذير من تزيين الشيطان وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد إثبات أن القرآن منزل من عند الله وأن الله قد تكلم بما فيه حقيقة الزيتون وأنه عليه أن يسعى في تحقيق المقصد الشرعي الذي من أجله نزلت الشريعة ولذا قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وفي هذه الآيات أن من أكبر أسباب ضلال الخلق من أكبر أسباب ضلال الخلق إعراضهم عن الاهتداء بهدي القرآن وعدم استجابتهم له وفي هذه الآيات التذكير بأن الله قد أنزل الماء من السماء وأنه طاهر على الأصل وفي هذه الآيات امتنان الله جل وعلا على العباد بإحياء الأرض بعد إنزال المطر وقد استدل بهذا على جواز أخذ أشجار الربيع وقوله إن في ذلك الآية لقوم يسمعون فيه الأمر بالاتعاض والاعتبار والتفكر في الآيات الكونية التي تمر بين عيني الإنسان وفي هذه الآيات أنه لا يصح الصرف العبادة للأصنام والمعبودات من دون الله بل وجب أن تكون الجميع لله تعالى وفي هذه الآيات فضل الله على العباد بأن جعل لهم بهيمة الأنعام يركبونها ويأكلونها ويستخدمونها استخدامات أخرى وفي هذه الآيات فضل الله علينا بتيسير أمر الألبان حيث أخرج اللبن من بين مادتين لا يرتضيهم الناس إذن هذه الأشياء التي يخرج اللبن من بينها الدم والفرث ومع ذلك يكون لبنا صافيا خالصا وفي هذه الآيات الامتنان على العباد بثمرات النخيل والأعناب مما يدل على أن الأصل فيها هو الجواز والحل فلا يقال بتحريم شيء منها إلا بناء على دليل وفي هذه الآيات إشارة إلى أن المسكرات ليست رزقا حسنا ومن ثم نفهم أن الشريعة منعت من الخمور بعد ذلك وفي هذه الآيات امتنان الله على العباد بأنواع الخيرات فهي نعمة من عند الله تعالى وفي هذه الآيات الاتعاذ والاعتبار لأصحاب العقول ليتأملوا في هذا الخلق العظيم وفي هذه الآيات أن الشيء اليسير قد يحدث منه الأشياء الكبيرة فهذا العسل خرج من النحلة الصغيرة ثم بعد ذلك أصبح أطنانا وأصبح له أثره في مطاعم الناس وفي علاجاتهم ونحو ذلك وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا مكن النحلة من أن يعيش في البرار والصحار والغابات وعلى الجبال لتتخذ بيوتا في ذلك كله وفي هذه الآيات أن الله هو الذي بين للمخلوقات طريقة معيشتها كما قال تعالى الذي خلق سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسو والذي قدر فهدى ومن هدايته للمخلوق أن أرشدهم إلى الانتفاع بماكلهم ومشاربهم وهكذا في شان النحل فقد دلها الله لصنع بيوتها وصنع خلايا النحل من مواطن متعدد مختلفة وفي هذه الآيات قدرة الله على تحويل رحيق الأزهار ليكون عسلا يتداوى به وفي هذه الآيات امتنان الله تعالى بهذه النعم وتذكيرهم بالآية العظيمة فقال إن في ذلك أي في هذه التدابير العظيمة لآية أي علامة وفيها دليل واضح لقوم يتفكرون أن يتأملون في أحوال الناس ووقاعهم فهذا شيء من الأحكام التي اجتملت عليها هذه الآيات وفيها أن العسل طاهر وأنه مما يستشفى به بارك الله فيكم وغفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم وأسبغ عليكم نعمة ودرى عنكم نقمة ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها وأن يجمع كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يكفيهم شر أعدائهم كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أهل الهدى والصلاح هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين